شرعت وزارة الداخلية والجماعة المحلية في تسليم تأشيرات سعودية للحجاج ابتداء من اليوم الاثنين حيث تقدم ضيوف الرحمن إلى الأكشاك المخصصة لتسليم الجوازات المؤشرة والسوار الإلكتروني كآخر إجراء داري قبل انطلاقهم لأداء خامس أركان الإسلام للإشارة ستكون أول رحلة للحجاج نحو البقاء المقدسة يوم الأربعة القادم الموافق لـ 26 من أوت على الساعة الخامسة مساء وستقل 260 حجا على أن تتولى باقي الرحلات خلال الأيام اللحقة